نرجع إلى كتاب الفقه وفرضوا الغسل غسلوا فمه وأنفه الحنفية انفردوا مع باقي المزاهب بوجوب المضمضة والاستنشاق في الحدث الأكبر لا في الحدث الأصغر هناك اعتبرنا سني وبدنه لا دلك هو دلك يعني ما هو فرض خلافاً للمالكية لا بالحدث الأصغر ولا بالأكبر وإدخال الماء داخل الجلدة للأقلف لأنه يعني عم ينبهنا على مظنة الغفلة أو مظنة أنه ما يدخل الماء إليها وسننه أن يغسل يديه وفرجه ونجاسة لو كانت على بدنه ثم يتوضع وثم يفرض الماء يعني البداء بالوضوء قبل الغسل هذه سنة ثم يفرض الماء على بدنه ثلاثاً ولا تنقض ضفيرة إن بل أصلها سواء كانت لرجل أو امرأة وفرض عند من وفرض هذا الغسل عند مني لدفق وشهوة عند انفصاله يعني هنا نزول المني إذا كان برز عن شهوه إذا مرض نتسأل الله العافية ما يوجب الغسل يوجب الوضوء فقط وتواري حشفة في قبل أو دبور عليهما يعني على الفاعل والمفعول به وحيض ونفاس أيضاً هذه توجب الغسل لا مذيء هذا يوجب الوضوء وودي يوجب الوضوء واحتلام بلا بلال يعني إذا لم يجد بلال عندما احتلام هذا لا يوجب الغسل وسنن سنن الغسل للجمعة والعيدين والإحرام سنة الإحرام وعرفة ووجب للميت يعني هذا بيصير فرض كفاية طبعاً الميت لا يأسم لكن يأسمه إذا ترك كل الناس غسله ولمن أسلم جنوباً يعني يجب على الغسل وإلا ندب يعني إذا أسلمه هو ليس جنوباً فهو يندب له الغسل نعم بعدين ذكر المياه نقف هنا إن شاء الله إذا في أي سؤال نشوف الأسئلة